الفصل الرابع والعشرون هل أصبحنا نعيش عصر ماستر هايد؟ عن الانحلال الأخلاقي وأمور أخرى في عام 1885 تتب المؤلف الاسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون روايته الأكثر شهرة القضية الغريبة للدكتور جاكل وماستر هايد وسرعان ما أصبحت واحدة من أشهر روايات الغموض والرعب في العالم واحتلت مكانة شديدة التميز مع روايتين أخرتين فرانكشتاين 1802 ودراكولا 1897 لتكتسب هذه الكتب الثلاثة مكانة تاريخية مهمة باعتبارها الروايات التي أسست لفن الرعب القوطي الذي صار بعد ذلك أحد أنجح الأشكال الأدبية في العالم على مدار المائة عام التالية في مصر استطاع القارئ المصري الصغير أن يتعرف إلى هذا النوع من الأدب باستفادة ولمسة مصرية أصيلة من خلال الكاتب الكبير الراحل دكتور أحمد خالد توفيق المهم أن رواية دكتور جيكل ومستر هايد تقوم على فكرة بسيطة للغاية وهي التناقض التام داخل النفس البشرية الواحدة الصراع بين الخير والشر داخل كل إنسان بين رغبتنا الأصيلة كبشر في أن نلتزم بالمثل الإنسانية والدينية العليا ونحصن لمن حولنا والرغبات والشهوات التي تعصف بنا وتجعلنا نتغاضى عن الكثير من القيم التي نؤمن بها ولا أريد أن أحرق الرواية لأنها من أجمل ما قرأت في حياتي وأنصحوا الجميع بقراءتها حتى لو كانوا يعرفون القصة ومحتواها نظرا لشهرتها الكبيرة ولكن الفكرة هي أن هذه الازدواجية الشهيرة دكتور جيكل ممثلا للواجهة الخيرة في الإنسان ومستر هايد رمزا للشر المطلق داخل الإنسان أصبحت جزءا من الثقافة الغربية حتى أن مصطلح هذا الشخص بداخله دكتور جيكل ومستر هايد أصبح من أدبيات اللغة الإنجليزية حين يريد شخص الإشارة إلى فكرة الازدواجية داخل الإنسان وميله لما أصبح يعرف بعد ذلك بالانحلال الأخلاقي والانحلال الأخلاقي وهو مصطلح معروف يوجبني معناه في اللغة الإنجليزية مورال ديكاي حيث إن كلمة ديكاي تعني التحلل أو التعفن أمر موجود في كل المجتمعات وعلى مدار التاريخ ولكن بدرجات متفاوتة وأذكر أن بداية معرفتي بهذا المصطلح كانت منذ سنوات عديدة من فيلمين رائعين وإن كان منفرين لي بشكل رهيب بوغي نايتس وسامروف سام وقد كان كل الفلمين مبالغا في تصوير مختلف أشكال الانحطاط بشكل رهيب للغاية إذ أراد مبجعا هذين الفلمين أن يقوما بتشريح المجتمع الأمريكي الغربي بشكل يكشف سوآته أمام نفسه كنوع من الانتقاد المجتمعي العنيف أملا في الإصلاح وهو ما حاول فيلم أشهر مثل فايت كلاب أن يفعله وربما استطاع أن يوصل رسالته بشكل كبير بسبب جماهريته الضخمة التي حققها وإن كان قد ركز أكثر على فكرة الأنركية أي هدم المجتمع الذي نرفض حلاله ثم بناؤه من جديد وهناك تضاد كبير ما بين الشرق والغرب في هذه المسألة فقد أصبح العالم الغربي بشكل أو بآخر يتقبل الانحلال والشطط كثمن متوقع لحرية الفرد التي تبنتها أوروبا ثم أمريكا في أعقاب ثورة الشباب عام 1968 حين تبنى الجيل الصغير وقتها جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية أفكار الفيلسوف سارتر الوجودية التي كانت تقول إن الفرد له الحرية المطلقة في أن يفعل ما يحلو له متحررا من قيود أهم سلطتين سيطرتا عليه طوال التاريخ الدين والمجتمع وبالتالي كانت الثورة التي انفجرت في ذلك الوقت وركزت على التحرر من جميع القيم الدينية والاجتماعية أملا في التخلي عن الماضي الأليم الذي خلفته الأجيال السابقة كان الشباب في ذلك الوقت قد كفروا بكل ما كان يمثله جيل آبائهم وجدودهم من التحفظ والتكلف والتقسيم الطبقي والمجتمعي والالتزام الظاهر بقيم دينية ومجتمعية أدت إلى فقدان الحرية بشكل أو آخر إلى جانب نعدام القيم الإنسانية الذي أدى بهذه الأجيال إلى احتلال الدول الضعيفة ونهب خيراتها والمشاركة في حروب دموية أودت بحياة الملايين فقد ذلك الجيل العجوز بكل ما كان يمثله المصدقية التامة لدى الشباب وحين أتى سارتر والبيتلز والمخدرات المخلقة كانت الثورة أكبر من أن يقف أمامها أي شخص وهناك من يرى بأن الانحلال ينتشر في الغرب لأنهم قد تخلوا عن سلطة الدين في حكم المجتمع بعد أن تحررت أوروبا من سلطة الكنيسة في القرن السابع عشر ووضع الإنسان قيمه بنفسه ولنفسه فأصبحت الجدية في العمل والطموح المدي وإعلاء قيمة حرية الفرد الحرية الشخصية وتذويب الفروق بين الطبقات المساواة من أهم الأعمدة التي قامت عليها الحضارة الغربية الحديثة ولكن لكل شيء ثمن فتلك الحرية المطلقة كان لابد وأن تكون لها تبعاد كانت أوروبا وأمريكا قد أخرجت ماسترهايد الذي ظل مكبوتا بداخلها طوال قرون إذ خرج المارد ولم يعد من الممكن إرجاعه مرة أخرى وبعد سنوات عنيفة من الانفجار الجنسي واستخدام المخدرات والعنف اللامنطقي بدأت أمراض مجتمعية أكثر صعوبة في الظهور تفشت الأمراض النفسية الشاذة والمخيفة وتصاعدت معدلات الاغتصاب بمختلف أشكاله بشكل وبائي وأصبحت حوادث القتل المتسلسل الغريبة والوحشية خبرا دائما في صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفاز والسينما كذلك زادت معدلات الانتحار والحوادث الناتجة عن السكر سواء حوادث السيارات أو القتل الخطأ أو العنف المنزلي ضد الزوجات والأطفال والقتل الجماعي من قبل المختلين نفسيا في المدارس والجامعات والنواد الليلية فقد كان عمر القتل دون الرابعة عشرة كذلك برز التخبط الروحي بعد اعتناق المادية متمثلة في العلم ورأس المال واكتشف الغربيون فجأة بعد أنصاروا في منتصف الطريق أنهم قد فقدوا البصلة وأن المادية المفرطة بشقيها الجسدي والمالي لم تعد كافية كما ازدهرت صناعة البغاء والأفلام الإباحية بكل ما تمثله من استغلال لسذاجة الفتيان والفتيات الصغار الذين يحتاجون للمال ويبحثون عن طرق سهلة وسريعة للثراء وخداعهم باسم الحرية عبر إقناعهم بأن ما يقومون به هو اختيار شخصي محض بل وتعزيز لحريتهم ولكنها تنتهي بتدميرهم بالكامل هذه هي فكرة فيلم بوغي نايتس الذي أشرت إليه منذ قليل كذلك زادت الاستهلاكية بشكل رهيب حتى كاد العالم ينفجر من فرط التسوق وأصبحت تحكم جميع قواعد الحياة في المجتمع الرأس مالي فالفكرة أصبحت ببساطة أنك يجب أن تنتج وتبيع وتكسب لتشتري كي تستطيع أن تنتج وتبيع وتكسب وتشتري أكثر وهكذا وبالتالي أصبح الإنسان الفرد العامل هو وقود هذه الحياة وكان لابد أن يتم إقناعه بكل وسائل علم النفس والدعاية الحديثة أن سعادته الحقيقية في ذلك الاستهلاك وأن الخواء الروحية والفكري الذي يشعر به لن يستطيع أن يملأه إلا إذا اشترى أكثر وأكبر وأغلى وبالتالي كان عليه أن يعمل طوال الليل والنهار كي يحقق جودة حياة أفضل له ولأولاده ودخل الجميع في دوامة هذا الوهم الذي لا ينتهي وفوجئ الإنسان الغربي الذي استطاع الوصول إلى أعلى مراتب الإنسانية بالتقدم التكنولوجي والفني والحضاري أنه انتهى إلى حيث انتهى إنسان الكهف الأول يأكل ويشرب ويغتصب ويقتل ويمارس الحب ويبحث عن ملابس تغطي عورته ولم يزد في ذلك عن الإنسان الأول سوى الهاتف المحمول والسيارة والسفر إلى مختلف بقاع العالم وربما ممارسة الجولف وأكل الكنوة والسوشي وكان لابد لكل هذا الجنون الذي يعصف بالنصف الشمالي والغربي من العالم على مدار النصف الثاني من القرن العشرين أن ينتقل إلى النصف الشرقي والذي كان حتى الآن يعيش في هدوء نسبي لا يزال متوقفا عند فكرة الدين والانغلاق والخصوصية الثقافية والالتزام وتقديس سلطة المجتمع ورجل الدين ويحاول أن يحل مشكلاته الخاصة مع آثار الاحتلال والاستعمار الذي حافظ على التخلف والاستعباد طوال قرون ولكن العالم الذي صار قرية صغيرة مزدحمة كان يجب أن يضمن إليه وقد رحبنا بهذا الجنون بأذرع مفتوحة وعقول ممسوحة ولكننا لم ندفع هذا الثمن مقابل حرية ما بل أضفناه عبءا إلى أعبائنا الكارثية فخلق المجتمع المشوه الذي أصبحنا نعيش فيه الآن وحين استيقظنا على الانترنت والهواتف المحمولة وبعدها ببضعة سنوات السوشيال ميديا تغير كل شيء كانت بالنسبة لنا متنفسا رهيبا من الانغلاق الذي كنا نعيشه وأصبح العالم الافتراضي متنفسا لكل ما هو جميل ورائع في الحياة وأصبحت الصور المبهجة هي المخرج الوحيد من عالم رتيب وقبيح ومساحة للدعاء السعادة المصطنعة قدر الإمكان وربما كان ذلك الانغلاق الذي نشأنا فيه بشكل أو بآخر مفيدا في حماية هويتنا فكان جيلنا هو آخر الأجيال التي تربت على مفاهيم الصح والخطأ والعيب والأصول وغيرها من المفاهيم التي أصبحت اليوم مضحكة بشكل أو بآخر كنا من الجيل الذي يعرف أن الدين ليس بمظهره فقط وأن المظهر في الحقيقة لابد أن يعبر عن الجوهر ولم نكن نعرف مصطلحات إطلاق الأحكام والشوفينية والنسوية والالجي بي تي والتحرش وغيرها كانت حياتنا أبسط وكنا حين نشاهد مشهدا إباحيا في فيلم نسعد به كثيرا وكان ذلك أقصى طموحاتنا ولكن كل شيء تغير فجأة بعد السوشيال ميديا وبدأت الأفكار تروح وتجيء بشكل يومي بل ولحظي وبدأت السجالات تزداد عنفا وكان الحل في مثل هذا الموقف هو التطرف الكلاسيكي الذي يلجأ إليه الفرد والمجتمع على حد سواء المحافظ يبالغ في انغلاقه ومحافظته دفاعا عن معتقداته والمنفتح المتطور الذي يتبنى الأفكار القادمة من الخارج يبالغ في صدميته للغير وأصبح هناك فريق يتبنى هذه الأفكار بعنف ودون تفكير أو فلترة وأصبحت القاعدة هي إذا كانت هذه الفكرة قادمة من الغرب فإنها إذن صحيحة والقاعدة المضادة إذا كانت قادمة من الغرب فهي فاسدة حاول جيلونة وسط تلك الدوامة أن يفهم ما حدث له وكيف يتعايش معه ويواكبه ويرقب التغيرات التي تلم به دون وعي أو فهم وأصبح يواجه المعضلة الأكبر المعضلة التي أعرف يقيناً أننا إن لم نحلها قريباً فإننا سنفقد مستقبلنا تماماً كما ينساب الحاضر من بين أيدينا الهوية لم ندرك ونحن في خضم هذه المعركة أن المسألة لم تعد محصورة في شرق وغرب محافظ ومنفتح قديم وحديث متخلف ومتقدم ولكنها أصبحت معركة هوية لأننا في وسط كل هذا كنا نترك اللغة تتلاشى من إدراكنا دون أن ندرك وهذه مسألة شديدة الخطورة ومأساة من مآس جديدة أدت بنا إلى حالة التوهان الأعظم التي نمر بها حتى اليوم وكنا نظن أن انفجار يناير كان بداية الإجابة عن السؤال الذي حيرنا طوال الربع الأخير من القرن القديم من نحن؟ كم كنا مخطئين؟